إن كنت من المهتمين بشراء من موقع علي إكسبرس فإن هذا الفيديو لك سنتحدث عن أهم ما يميز الموقع وطريقة شراء منه مع بعض النصائح لاتباعها عند الشراء أهلا بكم في قناة مشتريات يعتمد موقع علي إكسبرس بشكل رئيسي على البيع بالتجزئة وله العديد من المزايا التي جعلته من أهم متاجر البيع بالتجزئة في العالم من أهمها تواجد كم كبير من المنتجات على الموقع فيسمح للمشتري بحرية الاختيار والمقارنة بين أنواع المنتجات المختلفة أسعاره المنخفضة جدا فهو يضم عددا كبير جدا من المنتجات الاستهلاكية ذات الأسعار التنافسية وذلك لأن الغالبية العدمى على الموقع هم أشخاص أو شركات صغيرة تعدد طرق الدفع إذ أنه يمكنك الدفع عن طريق التحويل البنكي أو خدمة ويستر يونيو الشهيرة أو خدمة علي باي ومع ذلك فهنالك بعض النصائح التي يجب عليك أخذها في الاعتبار عند شراء من موقع علي إكسبرس أولا دقق في تقييم البائع وعرف عدد المنتجات التي باعها مع قراءة المراجعات الموجودة بشكل جيد إذ إن أغلب البائعين شركات صغيرة قد لا تهتم بالعملاء أو سمعتهم التجارية ثانيا اشترك في برنامج بوير بروتاكشن لضمان الكثير من الحقوق ثالثا اختر شركة شحن خاصة لتوصيل الطلبات وذلك لأن مدة الشحن الإفتراضية على موقع علي إكسبرس طويلة جدا رابعا قم بالإطلاع على حالة المنتج إذ أن أغلب المنتجات تكون مستعملة أو معاد تصنيعها فتكون بتكلفة أقل من سعرها الطبيعية رغم أن لموقع علي إكسبرس الكثير من المميزات إلى أن هناك بعض العيوب التي يجب توخي الحذر منها وهي لا يوجد قوانين قوية في الموقع ضد المنتجات المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات المعروضة سياسة استرجاع المنتجات ضعيفة ولا يضمن الموقع بعض الحقوق إلا بعد الاشتراك بالدفع في برنامج بوير بروتاكشن أغلب المنتجات تكون دات جودة أقل في حالة عدم مرورها باختبارات السلامة لا يوجد شحن لجميع الدول الشحن محدود لدول معينة حسب المنتج مدة الشحن طويلة جدا وتدطر إلى دفع رسوم إضافية لشركات شحن خاصة عند الرغبة بشحن أسرع كيف تشتري من موقع علي إكسبرس؟ ادخل إلى صفحة رئيسية الخاصة بالموقع علي إكسبرس دات كام ومن ثم اضغط على كلمة انضم ستظهر قائمة اختيارات التسجيل المتاحة من الممكن أن تسجل بعنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر وبعدها تقوم بالضغط على الرابط المرسل إليك على عنوان البريد الإلكتروني المسجل وذلك لتفعيل الحساب وضمان استعادة كلمة السر في حال فقدانها أو سجل عن طريق التسجيل السريع عن طريق أحد حسابات منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر أو حساب أبل بعدها ستظهر رسالة ترحيب وقد تظهر بعض الخصومات الخاصة بالمستخدمين الجدد استخدم صندوق البحث لتصل إلى المنتج الذي ترغب بشرائه سيظهر في شاشة البحث الكثير من التفاصيل عن المنتجات المطابقة لكلمات البحث استخدم الفلاتر المختلفة الموجودة لترتيب ظهور المنتج حسب الرغبة في السعر حالة المنتج تفاصيل الشحن المرغوبة وغيرها من الخصائص التي يمكن التحكم بكيفية ظهورها عندما تضغط على منتج معين تظهر التفاصيل الخاصة به في صفحة جديدة من السعر حالة المنتج الألوان الخاصة به تفاصيل الشحن إلى آخره ومن الممكن في هذه الخطوة المقارنة بين أسعار المنتج عند أكثر من بائع وبعدها الاستقرار على الشراء تضغط على أضف إلى العربة ثم إكمل التسوق أو في حالة الرغبة في هذا المنتج فقط تقوم بالضغط على الدفع للحصول على المنتج راجع الطلب لتأكد من المنتج أو المنتجات المرغوبة وبعدها استكمل خطوة الدفع أدخل البيانات في الشاشة الجديدة من اسم المستلم العنوان مفصل الرمز البريدي رقم الهاتف المحمول ومن الممكن التأشير على أن تكون تلك البيانات هي البيانات الافتراضية لكل مرة قم بعدها بالضغط على حفظ البيانات والشحن لهذا العنوان ستظهر شاشة جديدة لمراجعة البيانات والطلب وبعدها اختر وسيلة الدفع التي ترغب بها سجل في برنامج بوير بروتاكشن مقابل مبلغ بسيط من المال ليضمن الموقع أن المنتج أصلي وحق استرجاع أموالك في حالة الدفع مقدما إن لم يصلك المنتج أو في حالة وصول المنتج معيب أو غير مطابق للمواصفات المعلن عنها كما أنه يضمن استرجاع بعض المنتجات مجاناً في حالة عدم الرضا عنها الآن وحتى وصول شحنتك إلى باب المنزل اضغط زر اللايك واشترك في قناتنا لمشاهدة المزيد